سيد رئيس لقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في خطابه بمناسبة الدكرة 25 لإعتلاء العرش أن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسين المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق وفي هذا الإطار تضم بلادنا صوتها إلى صوت باقي الدول الإسلامية والعربية للتعبير عن فائق القلق حول الأوضاع الخطيرة والغير المسبقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتروبر 2023 والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل والحصار الشامل على غزة في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية وأبرز صاحب جلال رؤيته من أجل الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل النهائي لهذا النزاع وذلك وفق المنظور التالي أولا إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة فإنه يجب أن يتم بموازات مع فتح أفق سياسي كافيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة تانيا إن اعتماد مفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا تالتا إن إرسال أمن الاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيها غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى المستوى الإنساني عمل جلالة الملك نصار الله بصفته رئيسة للجنة القدس المنبتقة عن منظمة تعاون الإسلامي على فتح طريق بري غير مسبوق لإيصال المساعدات الغدائية والطبية العاجلة إلى الأشقاء في غزة كما تعبر المملكة المغربية عن بلغ قلقها في التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط فكل المؤشرات تشير إلى أننا أمام وضع غير مسبوق من شأنه توسيع دائرة الصراع والذي قد يدخل المنطقة برمتها في مرحلة لا يمكن التكهون بتأثيرها وتداعيتها ولقد سبق لصاحب جلال الملك محمد السادس أن أكد بأن انسداد الأفق السياسي للقدية الفلسطينية يعتبر من أهم الأسباب التي تؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط ولطالما حضر جلالته من الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام مما بلد الإحباط وخيب الأمل وأدى إلى توالي النكبات المذمرة بمآسيها الإنسانية وتوسيع تداعيتها الخطيرة على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وكذا على الأمن والسلم الدولين لا يفتني هنا أن أعبر عن تضامن المملكة المغربية الكامل مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا لما يتعرض له من اعتداء ونطالب بضرورة احترام وحدة لبنان الترابية وسيادته الوطنية ترجمة نانسي قنقر